السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فوج عبد العزيز مدرس رياضيات يا شباب أول سنو ان شاء الله نحل التمارين واحد واحد خدوا بالكم يا شباب رقم واحد ورقم اربع مش مهمين مش بهم ما بيجوش في الامتحان بس ده يعتبر مراجعة كلنا عارفين ازاي نكتب المصفوفة نعمل كسين ونكتب عناصر المصفوفة داخل الكسين واحنا عارفين نظم المصفوفة ممكن يكون 3 في 2 يعني عدد الصفوف 3 وعدد العميدة 2 او ممكن يكون 2 في 3 يعني عدد الصفوف 2 وعدد العميدة 3 عدد الصفوف بيتكتب الاول وعدد العميدة بيتكتب التاني كلنا عارفين ده يا شباب تعالوا نحل رقم 2 ما عدد عناصر كل من المصفوفات الاتين كلين عارفين إذا أدنا نظم المصفوفة وعايز عدد العناصر نضرب عدد الصفوفة في عدد العميد عدد الصفوف اللي هو المضروب الأول وعدد العميد اللي هو المضروب الثاني سهلا خالص يا شباب رقم آلف وبيه وجيم هنجيبهم على طول في ثواني تعالوا كده نعرف ازاي أول واحدة عايز عدد العناصر للمصفوف نضرب عدد الصفوف اللي هو اثنين في عدد العميد اللي هو ثلاث ممكن نضرب عدد العميد في عدد الصفوف عادي يا شباب الضرب عاملية بدالية اثنين في ثلاثة بكام بست يبقى كم عدد العناصر ستة عناصر الرقم اللي بعدها برضو عايز عدد العناصر بتساوي نضرب عدد الصفوف اثنين في عدد العميد اللي هو اثنين برضو اثنين في اثنين باربعة يبقى كم عنصر يا شباب اربع عناصر طيب اخر واحدة عايز عدد العناصر نضرب عدد الصفوف اللي هو المضروب الاول ثلاثة في عدد العميد اللي هو المضروب الثاني اثنين ثلاثة في اثنين بست يبقى كم عنصر يا شباب ستة عناصر سهلة خالف رقم ثلاثة اوجد كيم الف وبه وجي مودال اذا كان رقم الف مدنا تساوي مصففتين دي المسال اللي بتيجي في الامتحانات اذا تساوي مصففتين يعني كل عنصر هيساوي العنصر المناظر لي في المصففة التانية كل عنصر من المصففة الاولى هيساوي العنصر المناظر لي في الموضع في المصففة التانية ثلاثة ايه المناظر ليه الف نقص اثنين سالب خانس ايه المناظر ليه اثنين بهم وجب واحد الف سالب ثلاثة ايه المناظر ليه جي ثلاثة ده نقص اثنين ايه المناظر ليه ستاشت هنساوي كل عنصر بالمناظر ليه نحل المعادلة على طول. بس ياريت يا شباب لما نجي نكتب المعادلة نخلي الرموز في الطرف الايم. انت فولة سنة وببار ما انت صغيري. تعالوا كده نعرف ازاي. العنصر الثلاث. ايه العنصر المناظر في الموضع الف ناجس اثنين. يعني الثلاثة بتساوي الف ناجس اثنين. بس سنة اكتبها الف ناجس اثنين بتساوي الثلاث. صح برضو يا شباب. الف ناجس اثنين بتساوي الثلاثة. اذا كان احمد بس س 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 كتبته في الرمز الأول والعدد في الطرف الثالث اجتبت العلوم المجهر 1 تذهب مع عكس الرشال مع مجهر 2 تساوي اجتبت العلوم المجهر 1 تحركة 1 تاقي 5 السلب 5 ثلاثau اجراء اللعقاء 10 تاقي 2 سالب 6 سالب 6 اكسيمها على المضروف في بيت ني. بتسوي كام? فالسالب 3 على طول. ليه يا شباب سالب على الموجة فالسالب 6 على الاتنين فالتلات. كده جبت به. تعالوا نجيب جي. هنساوي العنصر هنا بالعنصر المناظر لهن. العنصر الف سالب 3. المناظر لي جيم. بس انا اخلي جيم الاول. ليه لان احنا جيبنا الفها. عوضوا نجيب جيم على طول. يبقى جيم ساوي الف نجيس 3. تابلى عملت الف نجيس 3 تسوي جيم غلط له والله صح. بس انا اعمل على شان احنا جيبنا ال الفها. عوض على طول. يبقى جيم ساوي. اشيل الف احط كمه انت ليه يا كام? خمس. تبقى خمسة نجيس 3 زمعيل. خمسة نجيس 3 ب 2. جيبتي جيم بكم يا شباب ب 2. فاضل اجيب دال. ساوي 3 دال نجيس 2. بالمناظر اللي لهو ال 16. مناظر ليه في الموضع ثلاثة دال نجس اثنين المناظر ليه في الموضع الستاشر احل المعادلة يا شباب على طول سالي بثنين تروح هنا بعكس الاشارة موجة بثنين يبقى ثلاثة دال بتساوي ستاشر زائد بثنين ستاشر زائد اثنين بثنين بثمنتاشر زائد دي بالزبط المضروف في دال اثنين اكسم الطرف الايصر اللي في الاخر خلص على اثنين يبقى هتساوي تساوي توماتاشر دي على المضروف هنا اللي هو ثلاثة 18 على الثلاثة المضروب يا شبابي هو الثلاثة 18 على الثلاثة كده جبتي دال بستة قلب بكم يا شباب بخمسة به بكم يا شباب بسالب ثلاثة جين بكم يا شباب باثنين دال بكم بستة حاجات سهلة خالص بس غالبية المثال بتجي الشبه دي المثال اللي بعدها شبهها بقى رقم به كده عرفنا اللعبه يا شباب متى تسوي مسفوفتين لو كل عند الصر من المصفوف الاولى بتسأل الانصر المنظر اله في الموضع من المصفوفة تانية 15 ايه المنظر اله في الموضع الثلاثة القلي months اثنين بهه ايه المنظر ايه في الموضع عشر سفر ايه البنازل في الموضع اثني Yang اثنين القلي MON G ايه المنظر ايه في الموضع عشر كده عرفنا اللعبه نحل المعادلة على طول تعليكو دا نعرف ازاي 15 المنظر في الموضوع 3 ألف بس نكتب 3 ألف الأول يبقى 3 ألف بتساوي كم يا شباب 15 سهلة خالص المضروب هنا 3 يبقى أكسم هنا على 3 و هنا على 3 يبقى على طول يا شباب ألف بتساوي 3 على 3 فرح يتبقى ألف 15 على 3 فالكام فالخنسة جبت ألف بخنسة فاضل أجيب به أساوي 2 به بعشرة المنظر في الموضوع يبقى أكتب 2 به بتساوي 10 لازم يكون منظر في الموضوع ده الصف الأول والعمود الثاني ده الصف الأول والعمود الثاني أساوم ببعض هنا على 2 و هنا على 2 عشان أتخلص من الاتنين 2 على 2 تروح يا شباب به بتساوي 10 على 2 فالكام فالخنسة يا سلام ده ألف طلعت زي به مش مشكلة خالص تب تعالوا نساوي دي صفر المنظر لها 2 به نقص دي ولكن هكتب 2 به نقص دي يبقى 2 به نقص دي بتساوي يا شباب صفر 2 به نقص دي بتساوي صفر صفر بتساوي 2 به نقص دي أو 2 به نقص دي بتساوي صفر ولست غالي إذا كان أحمد يساوي 10 يبقى 10 أحمد يساوي 1 اتنين بيه نقص ده انا جبت بيه بخمسة اشير بيه وحط خنسة يبقى اكتب اتنين في خمسة نقص ده اتنين في خمسة نقص ده بتسوي صفر عملت يا شباب شيلت بيه ده بس وحطت خنسة لاحظ مضربة في اتنين يبقى اتنين في بيه اللي هي خمسة نقص ده زي ما بتسوي صفر اتنين في خمسة بيه اللي هي خمسة نقص ده زي ما بتسوي صفر انا هماشي خطوة خطوة عشرة تروح بعكس الاشارة سالب عشرة عشرة دي بتروح هنا سالب عشرة وطب الصفر ما بيه الصرش ما تكتبوش خالص يبقى سالب ده بتسوي سالب عشرة واحد يقول طب الصفر يا استاذ الصفر ما بيه الصرش له خالص طب هنا المفروض المعامل سالب واحد يبقى اكسب هنا عالتسالب واحد وهنا عالتسالب واحد ليه عشان اخليه المعامل موجه سالب دل عالتسالب واحد فالدال ليه يا شباب سالب عالتسالب طروح يبقى جبتي دل بيه GRAaid سعيدك لزاين وطني زاين jamais ا 엄마 لزاين ا sang SNG اورق ورقه اخرى كون مساحت اكف سعيد ورغه تاني وورغه تغير لان فاضر المن kaama لزاين ورقه اجدى المنظر لازم liberty يبقى 2 ألف موجب جيم بتساوي 10 يا أستاذ ده فيه متغيرين بس والله أنا جبت متغير منهم اللي هو ألف بكام بخمسة 2 في 5 موجب جيم بتساوي 10 شلت الألف وعطيت 5 يبقى أكتب 2 في 5 موجب جيم بتساوي 10 يبقى أكتب 10 موجب جيم بتساوي 10 موجب جيم بتساوي 10 أعمل إيه فقد أحل المعادلة 10 هنا تروح هنا بعكس الإشارة عشان أخلي جيم في الطرف العامل الوحدين يبقى جيم بتساوي 10 زي ما هي دير واحد بعكس الإشارة نقص 10 طب 10 نقص 10 بكام بصفر يبقى طلع جيم بكام بصفر واحد ممكن يقول له يا أستاذ ده هنا موجب جيم يعني المفروض تكتب موجب جيم يا حبيبي موجب في أول ما ينفحش يتكتب ما تكتبوش خالق رقم 5 أوجد كمت كل من ألف وبه إذا كان مصفوفة بتساوي مصفوفة دي الشابه اللي جابلها بالزبط واسهل كمان أساوي كل عنصر من المصفوفة الأولى بالعنصر المناظر اللي في الموضع من المصفوفة الثاني الرقم 4 لا تكتبوها قال وقم نقص أولوجهم كان جيدك المناظر لي挨青 بقorum موجودة 苦 تابد الموضوع الثاني ترب Mul 2 & B 2 x 1 اه المناظر اللي فى الموضح الثلاثة 2x مونجى وشرع الإعادلة طاعم الان فا نخبر كل محارت اربعة بتسو و اربعة أو التاعمل بالرئة 4x4 6x1 نحن نريد عادلات لكي نجيب المتغير ألفه به 2 ألف نجس 1 المناظر لها في الموضح 3 يوجد 2 ألف نجس 1 يوجد 3 سالب 1 تربع عكس لشرح تبقى موجب 1 يوجد 2 ألف زمائية تبقى 3 زمائية سالب 1 تذهب هنا يوجد 3 زمائية أبدأ أختصر 3 زمائية يوجد 2 ألف تساوي 4 أكس من الطرفين على 2 يوجد ألف تساوي 4 على 2 ألف تساوي 4 على 2 4 على 2 فعل كم يا شباب جبت ألف بسهول نجيبه به 3 ألف موجب 1 المناظر لها في الموضح 7 يوجد 3 زمائية 1 تساوي المناظر لها في الموضح 7 أحل المعدد موجب 1 تروح هنا سالب 1 يوجد 3 به زمائية موجب 1 تروح هنا سالب 1 يوجد 3 يوجد 3 يوجد 6 أكسم على 3 يوجد 6 على 3 يوجد 6 على 3 يوجد 2 اكتب لي في التعليجات أنت ما تعرفش تحل صح رقم 6 رقم 6 إذا كان ألف تساوي المصفوفة اللي هي على نظم 2 في 2 وبه تساوي المصفوفة اللي هي على نظم 2 في 2 حيث ألف تساوي به مدور يوجد 3 ممكن واحد على طول يقول أشتاست أساوي مصفوفتين أساوي كل عنصر بالمناظر ليه؟ يا لهو علي خلي بالك من دي ألف تساوي به مدور يبقى ألف زي ما هي أجيب مدور المصفوفة به أجلب كل صف العمود بالترتيب الصف الأول خليه عمود أول الصف الثاني خليه عمود الثاني خدوا بالكم دي مش على طول تساوي كل عنصر بالعنصر المناظر في المود لازم تحقق الشرط اللي هو مدون ألف زي ما هي بتساوي أجيب مدور المصفوفة به تعالوا كده نعرف زي لازم أحقق الشرط دي شباب ألف زي ما هي في الطرف الأيمن اتبهى زي ما هي المصفوفة ألف اثنين سالب ثلاث سالب واحد أربعة يبقى ألف في الطرف الأيمن زي ما هي في مدور iş في الطرف الأيمن الغير يبقى نعيد مدار المصفوفة به هو إعجيل مدار مصفوفة أجلب كل صف جرط للعمود في الترتيع الصف الأول خليه عمود أول اثنين، بالعقل اقلمل مكثر الصف الثاني للطاردة الثن كذكروا شرط . كل منصر ملعبا من العضور للقليل في المنزل هنا واحد يجب واحد يشروpsه بعد Takes ofis هنا اربعة اربعة يشروps اربعة ؟ لا جيد نريد coordin الاوحد في بعض التي جهنا فقط لكن يجب ان تتجعل كُلَّ عنصر بالعنصر 1960 كهما见thing ث etcetera المنظر في الموضع 2 دال بس اكتب الاول 2 دال بتساوي 2 2 دال هي نفسها 2 دال هنا اكسم على ال 2 وهنا اكسم على ال 2 لان المضروف في دال 2 2 على 2 يا شباب تروحي بدال بتساوي 2 على 2 في واحد ممكن يقول له تروح لا يا حبيب بتساوي واحد هنا راحت ليه لان واحد في المعامل ما بيتكتبش بدال بتساوي واحد متاكبش بدال ما بيتكتبش حاجة 2 على ال 2 تروحي لا 2 على ال 2 فال واحد طب تعالوا لبعده 3 هي بتساوي سالب 3 ليه شباب بتساوي 3 هي هابدلت 3 هي بتساوي سالب 3 3 هي بتساوي سالب 3 اذا كان احمد بساوي احمد يبقى ازاحمد بساوي 1 اكتشف هنا 3 و هنا 3 يلا يا شباب نختصر 3 على 3 طروح طروح يعني المفروض 1 لكن الواحد في المعامل لا تكتبش سالب 3 على 3 فالسالب 1 ليه شباب سالب على الموجه فالسالب 3 على 3 المفروض هنا موجه سهل يا شباب المفروض لم تطلبتش في الحاجات دي لكن يجب الاول تحجف الشرط المفروض 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 يجب من المضاء المفروض مجهب المفروض مجهب 2 المفروض مجهب 3 على 3 سأجدكم على السريح ألف موجب به دفع بصصور يبقى أجمع كل عنصر مع العنصر المنظر في الموضع بالترتيب تب ألف نقص به عايزة أخلاها ألف موجب به أشيل المتسالة أخلاها موجب بس أغير إشارة الجوة الكس كل الجوة الكس اللي بعدها على طوق خدوا بالكم من دي هنفهمها دلوقت ازاي ألف موجب اثنين به خدوا بالكم هنا موجب اثنين مضربة به أخلي موجب زي ما هي واضرب اثنين في المصفوفة اللي بعدها بالترتيب في كل عنصر من المصفوفة اللي بعدها تربية نقص ثلاثة ألف خدوا بالكم دي ركز فيها شوي المضرب سالب ثلاثة هخليه موجب اضرب سالب ثلاثة في كل عنصر داخل المصفوفة اللي بعدها خدوا بالكم بالترتيب تعالوا كده نعرف زي ألف موجب به مش هتخسر اكتب ألف زي ما هي أو بي زي ما هي المصفوفة ألف زي ما هي واحد صفر اثنين اثنين واحد سالب ثلاثة أربعة خمسة سالب واحد زي المصفوفة الثانية زي ما هي ثلاثة صفر سالب اثنين سالب اثنين تلاتة تلاتة ثلاثة سالب ثلاثة خمسة ثلاثة ت Tang سالب ثلاثة سالب ثلاثة سالب ثلاثة 보세요 كل 파�ضل؟ نسمي كويس يا شباب. واحد المنازر في الموضح تلاتة واحد وثلاثة اربعة. سفر المنازر فيالموضح سفر سفر وصفر. اثنين المنازرف الموضح سربة اثنين. اثنين. اثنين في internally. اثنين في السفر على طوله زي ما انا اعرفين اثنين المنازر في 基 cuántفن بكرية اثنين. اثنين نقص اثنين SATSFNF واحد المنازر في الموضح تلاتة واحد وتلاتة اربعة. سربة الام MadsAII se ثلاث سليب ثلاثة اي عدد مع ميكس جمع ثلاثة 3 OC ليس مشكلة اكتبهم كما هي دلوقتي لكن لازم اعرفك الخطوة اللي احنا نعملها دلوقتي ألف سالب به ألف كما هي يلا نكتب ألف واحد صفر اثنين اثنين واحد سالب ثلاثة أربعة خمسة سالب واحد سالب خليك كما هي دلوقتي هتعمل ايه بعد كده به زي ما هي ثلاثة صفر سالب اثنين ثلاثة سالب سالب اثنين ثلاثة 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 سالب اربعة ثلاثة خمسة أنا قلت لكم ايه الاول سالب هحولها الموجة approach بس صغير إشارة كله عنصر في المصفوفوه الذى بعد君 ثلاثة دي احوالها لموجة بس صغير إشارة كله عنصر في المصفوفة المعداد سالب 3 هذا صفر سالب 2 سالب 2 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 5 سالب 5 حدوا بالكم من الترتيب حولت السالب لموجب لكن غيرت إشارة كل عنصر في المصففة سالب 3 سالب 5 سالب 6 سالب 3 سالب 10 سالب 2 سالب 3 سالب 2 أربع موجب 2 اتنين المنزل الان كحابية تز Mongheer من 정확ي س governing sides المناظر سالب ثلاثة وان ايه السالب ااناك وох anderes رؤى سالب inverse tér 4 وانك يأ lotus سالب واحد المناظر ليه سالب خمس سالب واحد و سالب خمس سالب ست ليه يا شباب اللي كنتين سوالب حطيت سالب وجمحت واحد و خمس ستة والإشارة سالب أظن كده عرفت تعالوا المثال اللي بعدها أصعب شوائي يلا بنا نعرف كل مساله عايزكم تصحصها معي في دية وبالزات في دية الأخر واحد عايزت تصحصها جامد فيه ألف موجة باتنين به ألف موجة بزمهية أضرب اتنين في به بالترتيب يبقى ألف موجة المصفوفة التانية به هضرب في كل عون صفقة اتنين بس كتبها الأول بالترتيب تعالوا كده نعرف كده يبقى الحاجة يا شباب ألف موجة باتنين به بتساوي ألف زمعية ألف اللي هي مصفوف أكتبها زمعية واحد صفر اثنين اثنين واحد صالب ثلاثة اربعة خمسة صالب واحد زائد اثنين زمعية في أكتب المصفوفة به زمعية ثلاثة صفر سالب اثنين ثلاثة 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 خذوا بالكم هذه هي مصفوفة وموجب ثلاثة 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 ولكن سوزع اثنين في كل عنصر من اللي داخل كو أكتب المصفوفة الأولى ثلاثة 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 الغداء ثلاثة ثلاثة في كل عنصر ثلاثة 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 أثنين في كل عنصر من اللي داخل المصفوفة 2 في سلب 4 بسلب 8 2 في سلب 5 بسلب 10 2 في 5 بسلب 10 تعالوا دلوقتي مصفوفة زائد مصفوفة بكل عنصر مع العنصر المناظر اللي في الموضع زي اللي جاب لها بالزبط بس دي الاول وزعنا الاثنين في كل حاجة 1 المناظر لا 6 1 و 6 سبح 0 المناظر للسفر 0 و 0 و 0 1 المناظر اللي صلب 4 بسلب 2 الكبير سلب وطراحت 4 criticizing 2 2 المناظر اللي صلب 4 2 المناظر اللي صلب 4 1 lip 1 3 المناظر اللي صلب 3 الكبير موجب موت 6 étant 0 3 4 المناظر اللي صلب 8 بسلب 4 الكبير سلب وطراحت 8 نقص 4 4 والكبير سالب يبقى سالب 4 5 المنزل سالب 10 بسالب 5 سالب الكبير 10 نقص 5 5 والإشارة سالب سالب 1 المنزل 10 بسالب 9 الكبير موجب 10 نقص 1 9 والموجب ما تكتبش بسالب 9 كده يعتبر يا شباب المشيين خطو خطو علشان منطلق بات هنحتاج دي في المسألة اللي بعد خصوصا الإشارة تعالوا كده نعرف به سالب 3 المنزل إيه اللي اختلف عندي به زي ما هي سالب 3 زي ما هي وكتب المصفوف ألف زي ما هي طيب لما أوزع أنا لسه جائل أخلي السالب موجب بس لما أضرب أضرب هي وعقم حد يضرب 3 بس لا سالب 3 في كل عنصر داخل المصفوف ليه لأنني غيرت السالب موجب يبقى السالب 3 أوزحها في كل عنصر خدوا بالكم من دي تعالوا كده أنا أعرف زي ما هي يبقى يا شباب المسألة إيه بسالب 3 ألف بسالب 3 ألف بتساوي أكتب المصفوفة بس زي ما هي تلاتة صفر سالب 2 تلاتة صفر سالب 2 اللي بعدها سالب 2 تلاتة تلاتة اللي بعدها سالب 4 سالب 5 خمسة سالب 3 أتأكد أكتب المصفوفة بسالب 3 أكتب المصفوفة بسالب 3 أكتب المصفوفة بسالب 3 سالب 3 سالب 4 سالب 5 خمسة أكتب المصفوفة بسالب 3 حسنا سالب 2 ثالب 2 ثالب 4 ثالب 5 ث когда سبب ثلاثة 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 سلب ثلاثة في اثنين بسلب ستة سلب ثلاثة في واحد بسلب ثلاثة سلب 3x3x9. سلب 3x3x9. سلب 3x4x12. سلب 3x5x15. سلب 3x1x3. سلب 3x3x3. سلب 3x3. 장님 الخدمات بسلب 3. هو سلب 3x3. سلب 2x3. سلب 2x3. سلب 8x3. السلب 3x4. ا expire 2x3. السلب 3x0. باللي تسع، التلاتة والتسع سالب ١ بال libre 2 سالب ١ بن vampires 6 وحضة سالب موجود ١ SE بان 24 سابتشر سالب سالب ٥ ح gems الموجود في بible welcome بسالب عشرين الاثنين سوالب حطيت سالب وجماحت خمسة وخمستاشر عشرين والوشرة سالب خمسة المنازلية ثلاثة خمسة وثلاثة ثمانية كده عرفنا الخطوات خدوا بالكم من دي الاختلاف بس غيرت السالبات موجب بس ضربت سالب ثلاثة بكل عنصر دخل الكو رقم تمانية اخر مسالة علشان نكون ختمها مسك خدوا بالكم دي كتير بتجي في الامتحانات المصفوفة آلف بتكون المصفوفة آلف سين صاق الصف سين والعمود صاق لكل سين وسط تنتام للمجمع واحد واثنين وثلاثة اثنين وهو الصف بتتكون من كم صف في اثنين ثلاثة وثلاث سبول كذوب عمود صاده تكون من كم عمود здоровいつين ثلاثة وثلاث عمود خدوا بالكم دي الحجي يوجد كم صف في üç وكم عمود تع p3 يعني نسب كم في كم تلاتة وثلاث سبول اكتب المصفوفة اذا علم الاف سين ساد وتشعر صاد نرجسين عمل صاد ترتب العمود ترتب الصف يبقى التالي نرجس الأول لازم نقوم بتحرك الأول سنكتب المصفوفة بس محلوها أول واحدة محلول ثاني واحدة نفس الصف ألف واحد اثنين ثالث واحدة نفس الصف ألف واحد اثلاث أفضل ألف سنصاة ترتيب الصف أول حاجةがッt هو الأول بالرموق ف الاعجب من المصفوف والمصفوف الأليب سعلا نج stripe 3 سهلا ثلاث سفوف اول 1. سف أول و عمود أول عمود ثاني و اول اخر حسنا 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 هذا ستساعدني بحل المثال يبقى الأول حاجة اكتبتها برموز بنفس الترتيب ألف مكانها واحد واحد ألف مكانها واحد اثنين ألف موضحها واحد ثلاث بنفس الترتيب تعالوا نطبق الشرط اللي هو مدون ايه الشرط؟ ألف سين صاد بتسوي الصاد ناجسين يعني هطرح الثاني ناجس الأول هطرح الصف ناجس العمو نعمل هذا الثاني ناجس الأول يبقى واحد ناجس واحد الثاني ناجس الأول يبقى اثنين ناجس واحد الثاني ناجس الأول يبقى ثلاثة ناجس واحد أنا ماشي بالترتيب الثاني ناجس الأول واحد ناجس اثنين الثاني ناجس الأول اثنين ناجس اثنين الثاني ناجس الأول يعني العمود ناجس الصف الثاني ناجس الأول ثلاثة ناجس اثنين الثاني نرجث الأول و one نرجث ثلاثة الثاني نرجث الاول و اثنين نرجث ثلاثة الثاني نرجث الاول الثلاثة نرجث ثلاثة أخر شي نقتصر و وهذا المسألة بحل ألف هاتساوي نلقي واحد وحد واحد نرجس واحدbooks كام بصفر اثنين نرس واحدbooksكام بواحد ثلاثة نرجس واحد boy passa 2 سهلا خالص يا شباب 1 نجس 2 بسلب 1 لحظة كبير سلب 2 نجس 2 بصفر 3 نجس 2 بواحد عملنا الصف الثاني بسهول 1 نجس 2 بسلب 2 لحظة كبير سلب 2 نجس 3 بسلب 1 لحظة كبير سلب 3 نجس 3 بصفر هي دي المصفوف اللي هو عايزه سهلا خالص واللي سعيدنا الاول كتبتها بالرمون بعد كده اطراح ترتيب الصف نجس ترتيب العمود نجس ترتيب الصف يعني الثاني نجس الاول